السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثالث المتوسط راح أبيكم بدرس جديد وياكم الأستاذ محمد النوفلي اليوم إن شاء الله راح أنطيكم الإنشاء الجديد اللي نزل لكم دفعة 2024 الإنشاء مالتكم الجديد اللي هو بعنوان write fact file طبعا fact file بالعربي معناها ملف حقائق اللي من نشوف كلمة fact file يعني لازم يسوي جدول من نشوف كلمة fact file لازم يصير جدول يقول هنا favorite film عن فيلم مالتك المفضل العنوان الإنشاء favorite film يعني فيلمك المفضل favorite film favorite film لا تنسها هذا هو عنوان السؤال favorite film طيب إذن أنا راح أحكي عن أي فيلم مفضل عندي وأكتب عنه فأكو إنشاء هذا الإنشاء يعني أنا شوفت أغلب الأساتذة أصدقائي وتواصلت إياهم وأعرفهم يعرفوني اختاروا هذا لأنه سهل يعني هو مو أنا كاتب أغلب المدرسين كاتبينه وهو صحيح على متاخذية درجة كاملة الفيلم كلش معروف فيلم سنبة فيلم اللي هو العنوان مالتك الفيلم طبعا إلا إحنا بنريد نحفظ الإنشاء لازم نكتب بالإنجليزي بس title العنوان العنوان الفيلم يعني اسم الفيلم خلينا نقول اسم الفيلم العربي لا تكتبه بالامتحان بس بالإنجليزي إذن title العنوان أكتباني The Lion King The Lion King The Lion King إذن title العنوان أقلة Lion King صيغة السؤال بالامتحان favorite فيلم favorite فيلم favorite فيلم طيب طيب إذن title العنوان The Lion King The Lion King title العنوان The Lion King إذن من أشوف كلمة title العنوان راح أقلها The Lion King The Lion King لا تنساه title العنوان Lion King لا أعزم تكتب كلمة title وتكتب قدامها Lion King طيب ثانيا released كلمة released يعني الأصدار يعني متى صدره released إذن أصدر أو أنتجه في سنة 1904 و90 سنة بس مجرد تكتبها طيب إذن title العنوان The Lion King released الأصدار 1994 عيدوا إياه عيدوا إياه يلا title The Lion King released released يعني إنتاج أو اصدار released 1994 1994 لا يحتاج بالإنجليزي حفظي بالعربي طيب Genra Genra يعني النوع Genra 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 إذن Animated Musical Animated من جاي من Enemy Enemy يعني في كارتون أ Animated شوف شونا نحفظ كلمة Animated أ ن أني ميت شوف شونا نحفظها أني أني مي أني مي يعني أني وحدها أني بعدياً ميت أني أني لا أموتي خلينا سهل لكم يا أني مي أني مي أني مي يعني نقول أني بعدين مي وبعدين تيت Animated 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 Musical طبعاً Musical سهلة مي زيكال بدان نقوله ميوز بعدين بدان ميوز بعدين اكل مي زيكال مي زيكال إذن Animated Musical Animated Musical Animated Musical يلعيدوا يا Animated Musical 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 طيب هسا راح نيجي على ال Director اللي هو المخرج مرة تيلفظ Director ومرة تيلفظ Director 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 أحسن Director المخرج ما تلفين Director شوفوا شو نحفظها بالبداية شو نقول نقول داي بعدين نقول Rect Rect وبعدين O R Director 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 مخرج Director مخرج Director Director مخرج Director مخرج وقف الفيديو كتب الكلمة عيدها عموة تحفظها Director مخرج Director Director مخرج من هو اسم المخرج؟ Roger هذا اسم المخرج Roger Roger اليرز شوفه هذا هو اسم المخرج طيب كاتب النص كاتب النص كاتب النص من هو اللي كتب النص؟ يعني من هو اللي كتب النص؟ السوالف Script Writer Script يعني Writer Script Writer يعني كاتب النص كلمات هذه لي مو صعبات إن شاء الله إذا ضلت تعفظ به نشوف كلمة Writer معناها كاتب بس عدنا Script شوفها Script Script بس Script Writer كاتب النص سكريبت Writer كاتب النص سكريبت Writer كاتب النص سكريبت Writer كاتب النص سكريبت Writer سكريبت Writer شوف شو نحفظها شوف سكريبت وعدين Writer سكريبت رايتر كاتب النص من هو كاتب النص ايرين ميكي ايرين ميكي هذا اي ايرين ايرين كابتال لان هذا اسم شخص ميكي إيرين كابتل إيرين كابتل إيرين ميكي إيرين ميكي إيرين ميكي إيرين إذن هاي من هي؟ هاي كاتبة الناس النجوم اللي بيه ستارس ستارس يعني نجوم إحنا شو نقول البطولة بطولة من النجوم اللي بي الجملة بيه ماثيو عند جون شوف هاي جون بالبداية جون تمام جون جونا ثان جون ثان جون ثان جون ثان طيب جون ثان جون ثان اذا مافيو اند جون ثان مافيو اند جون ثان طيب هاي الفجوم مافيو اند جون ثان بالنسبه للمين karakters الشخصيات الارئيسية مين karakters اللي بالفيلم هما منما عندنا سامبا السامبا اللي هو الأسد وعندنا مفاسة مفاسة وعندنا نالة نالة وعندنا سكار وعندنا تيمون تيمون وعندنا آخر شي هو بومبا بومبا تيمون و بومبا أغلبنا شايفين الفان كارتون يعني زين فأكيد مرة علينا هاي الأسما تنحفظ بالنسبة لقصة الفيلم قايل بعدها ستوري قصة الفيلم تحشينا عليما قصة الفيلم تحشينا سامبا سامبا اللي هو سامبا هذا الأسد شبيه goes on a journey goes on a journey goes on a journey يذهب في رحلة goes on a journey goes on a journey إذن سامبا goes on a journey سامبا يذهب في رحلة سامبا goes on a journey سامبا goes on a journey سامبا goes on a journey يذهب في رحلة to reclaim to reclaim reclaim يعني معناها شو نحن نقول يستعيد to reclaim his kingdom to reclaim his kingdom to reclaim لكي يستعيد reclaim يستعيد his kingdom مملكته his kingdom his kingdom إذن يلا هذا المقطع الأول اللي هنا خلينا نقول وهذا هو المقطع الثاني إذن سامبا goes on a journey سامبا goes on a journey سامبا goes on a journey to reclaim his kingdom to reclaim his kingdom to reclaim his kingdom to reclaim his kingdom after the murder after the murder بعد قتل of his father اللي هو مفاصل اللي هو مفاصل يعني هو راح يذهب في رحلة هي قصة تحكينا عن سامبا هذا راح يروح في رحلة ليش حتى يستعيد المملكة مالته لأنه أبوه تم قتله تمام يستعيد المملكة مالته after the murder of his father بعد قتل والده إذن راح يروح يعيد مملكته لأن أبوه تم قتله after the murder of his father after the murder of his father murder قتل murder 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 طيب interesting facts حقائق مثيرة أو حقائق وهم يعني قصة هذا الفيلم حقيقة شنهي أصلا طيب قصة هذا الفيلم يقول The Lion's King قصة The Lion King هاي القصة based on William Shakespeare play Hamlet يعني هي مستندة على قصة وليام شيكسبير على مسرحية شيكسبير والله أتوقع لو حذفنا إيهاية مو مشكلة اسم وليام شيكسبير يعني حتى لو ما حفظنا مو مشكلة يعني نقول قصة هذه الأسد هي معتمدة على مسرحية Hamlet وحتى لو قلنا شيكسبير والله صراحة أنا أفضل كتابتها على مو در واحد ياخذ درجة كاملة فنكتبه هنا يعني The Lion based on The Lion King يعني قصة أسد الملك اللي هي قصة سنبه هي مستندة علما على قصة وليام شيكسبير based on وليام شيكسبير play Hamlet يعني هي مستندة على قصة Hamlet هاي المسرحية Hamlet واعد أبو يموت يأخذون من عنده الملك عم رح يأخذ عم رح يكتل أبو ويأخذ الملك من عنده لذلك الابن يريد ينتقم منين من العب قصة طويلة مع شيكسبير يعني هاي مو من علاقة بيه بس هاي ماخذينها من عدها يعني ماخذينها من عدها طيب كلمة وليام هذا واحد اسمها وليام شاعر شوان احنا نقول المتنبي شاعر يعني وليام شيكسبير شيكسبير وليام شيكسبير play Hamlet إذن إذن هي القصة interesting facts حقائق مثيرة interesting facts حقائق مثيرة إذن the lion kings based on the william شيكسبير play وليام شيكسبير شوف كلمة شيكسبير شنو نحفظها شيك شيك تمام شيك سپير شوف شيكسبير 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 وليام شاكسبير play Hamlet حس آخر شي my opinion my o opinion my opinion يعني معناها رأي my opinion my opinion my opinion my opinion رأي رأيك أنت طبعا هنا رأيي بهاي القصة مثلا I don't like the musicals I don't like I don't usually like musicals يعني أنا بالعادة ما أحب المسرحيات اللي بيها موسيقية مثل لأن هو قايل هو بالبداية قايل قال هي نوعها animated musical فهو شي يقول I don't usually like musicals بالحقيقة قاعد حشانا النفس يقول بالحقيقة أنا ما أحب هذا النوع من المسرحيات بالعادة ولكن حبيت هذا الفيلم لكن للحقيقة أنا حبيت هذا الفيلم هاي الجملة نصة الموجودة بالكتاب جبت وحطت لكم اياها على مود ما يعترض عليها طيب إذن I don't usually like musicals I don't usually like نحفظي لهم I don't usually like I don't usually like I don't usually like musicals 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 but I loved this film 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 لكن ني حبيت هذا الفيلم حبيت هذا الانشاء شون نحفظ اني مرح اعطي مياه بالامتحان شنسوي شنسوي شيري جميل عدكم ها انقطع الى جزئ شون يعني انقطع الى جزئ يعني نحفظ ايه هنا جزء الاول تمام ايه هنا هذا الجزء الاول يوم وثاني يوم ناخذ هذا الجزء الثاني يعني بالبداية هذا مداخل حسنا من احسنو لكم امتحان تحفظ لي ايه هنا تمام وثاني يوم تحفظ لنص يعني حاول انطيكم انطحان يوم يعني الجمعة حتى الاربعاء حتى الخميس الاربعاء والخميس سنينات تنتقرون به نص بنص اذا اول يوم نقرأ نص بعدين نقرأ نص الثاني تمام الى نحفظ على كيف ما راح نحفظ كلية مرة وحدة على موضي يصير علينا سهل وبسيط ايه هنا ينته درسنا ولا تنسون الكتابة والمراجعة من تحفظها ارجع النوب عيدة مرة ثانية حتى لو حفظتك نصت نصت ارجع نوبها معيدة حتى لو حفظت ونسيت مو مشكلة ارجع النوب راجعة راح تنذكر ايه هنا انتهى درسنا نشوفكم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته